إذا انكسر عظم الإنسان فإنه يحتاج إلى طبيب حاذق يجبره وإذا انكسر الخاطر فإنه يحتاج إلى رجل حكيم لطيف يجبره ويطيبه فجبر الخواطر أدب راق وعبادة عظيمة فمن مذهب أهل السنة مواساة الضعفاء والشفقة على خلق الله فهم يتبعون الحق ويرحمون الخلق ومن تطيب الخواطر الإحسان إلى اليتيم الذي انكسر خاطره بفقد أبيه قال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر قال قتاده كل اليتيم كالأب الرحيم ورد المسكين برحمة وليه ومنه فرض المتعة للمطلقة قبل الدخول وفرض المهر جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق قال تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ومنه مواساة أهل المصائب وتعزيتهم والوقوف بجانبهم وتبشيرهم بثواب الصبر على البلاء ومنه عيادة المريض الذي كسره المرض وساءت حالته النفسية لأنه صار طريح الفراش قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة ومنه إهداء الهدية وقبولها ولو كانت بسيطة من رجل فقير وإجابة دعوته إلى الطعام القليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت والكراع هو ما دون الركبة من الساق وخصهما بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها والكراع لا قيمة له ويجبر الخاطر بالابتسامة والكلمة الطيبة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقا ولا يجوز جبر الخاطر بفعل محرم أو تضيع واجب كما يسمح لابنته بالتبرج بزعم جبر خاطرها أو يسعى في حاجة المساكين فيضيع الصلوات